ما هو الذي عملوه لاحظ السلب والنهب في مدن الاسماعيلية هذا عادي امر لكن ما يحصل من نهي عن المنكر في بيوت ومحلات الخمارين يقول فعلوا وعملوا ما لا يحل يقول وعملوا ما لا يحل فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان هذا ليس بغريب أيضا كما الآن يحصل الآن ليحصل اعتداء على شخص خمار أو على محل أو على مكان فيه المنكر ويحصل نفس الفعل على محل آخر ليس فيه المنكر على مكان عام على محل على سوق على مسجد لاحظ ردود الفعل من الناس من الاعلام من المسؤولين من الوكالات لاحظ مع من تتفاعل مع هذا ومع هذا الآن ملايين النازحين ملايين المشردين ملايين الجوعة ملايين العراءات ملايين المرضى من العراقيين ومن غير العراقيين من المسلمين ومن غير المسلمين من يتأثر بهم من يتأثر عليهم من ينظر إليهم من يذكر هؤلاء في مقابل ما يحصل من فعل في هذا الملهى وفي ذاك الملهى في هذا المكان الذي فيه المنكر أو في ذاك المكان الذي فيه المنكر لاحظ كيف يتعامل الإعلام مع هذه القضية ومع تلك القضية مع هذه القضية الفردية والأعداد القليلة ومع تلك الأعداد المليونية فإذا كانت هذه جريمة وهذه جريمة لماذا يتم التعامل مع هذه بأضعاف ما يتم التعامل مع الأخرى مع أن الجريمة الإجرام هنا مع الأعداد فهو لا يقارن هنا ملايين الضحايا وهنا أفراد أو عشرات الضحايا هنا الجرائم والإبادات والمنكرات عليهم والظلم عليهم على هؤلاء يقع باستمرار وعلى مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة والثانية وهنا تحصل حالات نادرة إذن لماذا يتم التعامل مع هذه بصورة تختلف عن هذه وهنا نسمع كل الإعلام وكل المسؤولين يستنكرون هنا ويسكتون عن الأخرى إذن هذه القضية لها بعد ولها عمق تاريخي اجتماعي إداري أو ما يرجع إلى غير هذه العناوين يقول وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين وخربوا أبوابهم ودخلوها ونهبوها وأراقوا ما بها من خمور وكسروا الظروف وعملوا ما لا يحل فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان هذا الكلام في الموصل يعني هذا الكلام قريب عن ابن الأثير ولا نعلم لماذا ابن الأثير تأثر بهذه القضية لا نعلم الله يقول وأراقوا ما بها من خمور وكسروا الظروف وعملوا ما لا يحل فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين التفد يقول وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج أبو الفرج الدقاق ولم يكن له يد في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز فعله ولم يكن له يد في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز فعله إنما هو أراق الخمور ونهى العامة عن الذي يفعلونه يقول فلم يسمعوا له فلما شك الخمارون منه أحضر بالقلعة لا أصدق الخمارون فأتي بهذا الرجل الصالح فلما شك الخمارون منه أحضر بالقلعة وضرب على رأسه هذا الرجل الصالح المسكين لأنه أراق الخمور فسقطت عمامته فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل سلام الله عليه وقال والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني وقال والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني يقول فلم ينضي غير أيام حتى توفي الدزدار الدزدار الذي تولى أذاه ثم بعقبه مرضى سيف الدين واستمر إلى أن مات لاحظ يقول فلم ينضي غير أيام حتى توفي الدزدار الدزدار حتى توفي الدزدار الذي تولى أذاه ثم بعقبه مرضى سيف الدين واستمر إلى أن مات وعمره حينئذ نحو ثلاثين سنة وكانت ولايته عشر سنين وثلاثة أشهر وكان حسن الصورة مليح الشباب تام القامة أبيض اللون وكان عاقلا وقورا قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس عفيفا لم يذكر عنه ما ينافي العفة ترجمة نانسي قنقر